من الكوارث اللي بتحصل يوميا فيه صيدريات كتير تلاقي واحد داخل السيدراء يقول لك يا دكتور ان عايز حقنة البرد. اولا مفيش حاجة اسمها حقنة للبرد. مفيش اي حقن ليه البرد. بيبقى اصدو ايه? بيبقى اصدو عايز ياخد مضاد دحيو زي مثلا سيفو تاكس او سيفو بيد ومعاها فولتارين ومعاها ديكساميسازون. ديت خلطة البرد السحرية اللي فيه صيدرات كتير بتعملها للأسف. وغالبا بيبقى اللوائف مش صيدلي. غالبا اللوائف بيبقى حد دبلوم حد مش هارف ايه. وخد معلومة غلط ويبتدي ينفزها ويفكر نفسه ان هو ماشي صح. بيحط في الخلطة ديت سيفو تاكس او سيفو بيد او فولوموكس ومعاها ديكساميسازون ومعاها فولتارين او كتفلام او اولفن. يعني خلطة اه اه هي طبعا بتجيب نتيجة ولكن آآ بيبقى لها اثار سلبية سيئة جدا. وآآ يعني مسلا حاجة زي السيفو تاكس. طبعا الدور اللي في الوانزة او البرد بيبقى عبارة عن فيروس. فاحنا هنا مش محتاجين اي مضاد دحيوي خالص. مش محتاجين اي انت بيوتك. ليه بنيدي سيفو تاكس او سيفو بيد. بنيدي سيفو تاكس او سيفو بيد المفروض لما بعد يومين تلاتة اربعة يحصل تطور للحالة ويبتدي يحصل التهابات في منطقة الزهور مثلا او التهابات في الجهاز التنفسي نبتدي ندي انت بيوتك مضاد دحيوي. انما مش من اول يوم اول ما يحصل اعراض نبتدي ندي مضاد دحيوي وما ينفعش. يبقى السيفو تاكس هنا او السيفو بيد او الفولموكس ملوش اي نتيجة نهائي. بالعكس ده هو بيعمل حاجة اسمها بكتيريا مضاد للبكتيريا. وغالبا الناس اللي بتاخد الحقنة ديت بياخدوا جرعة واحدة بس او جرعتين وبيكملوهاش. بيحصل يعني مقاومة للبكتيريا. بعد كده الشخص يجي ياخد الحقن ديت ما تديش اي نتيجة. لان الجسم بعد اول حقنة او حقنتين بتدي يعمل مقاومة للبكتيريا ديت او مقاومة للمضاد الحيوي ده. وبعد كده ما يجيبش اي نتيجة للأسف. طيب الحاجة التانية اللي في الخلطة ديت ديكساميسيزون. ديكساميسيزون ده عبارة عن كورتزون. ملوش اي دور نهائي ده دور برد. انا لو سبناه تمانية واربعين ساعة او اه اتنين وسبعين ساعة او يعني تلات يام بيروح لوحده. بياخد دورته في الجسم يروح لوحده. لازمت الكورتزون هنا بالعكس الكورتزون بيقلل المناعة. ممكن يزود من الالتهابات ديت او يزود من دور البرد. فبرضو ملوش اي اه دور خالص يعني. اه اولفن او كتفلام او فولترين ماشي حاجة مضادة للتهابات يعني ممكن تهدي دور البرد شوية. انما الاحسن ناخد حاجة مثلا اه راس مخصصة للبرد. عندنا كونجستال كومتريكس اه كولد فري باور كابس اه اه جي سيمول سيفامول فوار. في انواع كتير جدا للبرد وامنة وما فيش من اي مشاكل. انما حقنة البرد السلاسية ديت او الخلطة السلاسية بنحذر منها جدا جدا. بلاش الحقنة ديت نهائي. بلاش الحقنة ديت نهائي اللي هي سيفوتاكس اه فولترين ديكسامسيزون ملهاش اي نتيجة على الاطلاق بل بتضر. بل بتضر. اه حبينا ننوه عن الموضوع ده. لو الفيديو عجبكم طبعا ياريت تشاهروا الفيديو ولكل الناس اه الكل يشارع على صفحته على الفيسبوك على الجروبات على الواتساب. اه علشان الكل يستفيد ويبلاش فعلا ناخد الحقنة بتاع البرد مفيش حاسمها حقنة البرد. اه لو الفيديو عجبكم ياريت تدعمونا بلايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعالوا الجرس. شكرا لكم. الى ان نلتقي في فيديو قادم ان شاء الله.